مشاهدينا في الختام قصة وددتوا أن أرويها لكم وهي مهم أنه يفهم الناس كيف تجري الأمور هناك شخص فلسطيني سياسي فلسطيني كان على إحدى القنوات الفلسطينية العربية وقال بأنه حماس لم تكن باستشارة فتح ولم تكن باستشارة منظمة التحرير عندما بادرت في عملية 7 أكتوبر وأنها كان عليها أن تستشير وهذه الحجة وهي حجة لربما فيها جزء من الصواب بأنه يمكن كان يتشاور على أساس أنه هناك أصلا وحدة ولكن لا يوجد هناك وحدة هناك خلاف ولكن هذا فكرني حقيقة بالسابق عندما لم يستشر عمر البختار الملك السنوسي في ليبيا عندما قاتل الفشيين الإيطاليين بسعد زغلول لم يستشر الخدوة المصري عندما قام بكل الأعمال التي قام فيها في فجر القرن العشرين وأبو إياد الذي قام بعملية ميونيخ في عام 72 وهي عملية قامت فيها حركة فتح وتحديدا أيلول الأسود لم يقم باستشارة الجبهة الشعبية ولا الجبهة الشعبية استشارت فتح عندما قامت بخطف الطائرات في عام 70 والتي أدت إلى شلال الدم في الأردن ولم يقم المقاومة الجزائرية باستشارة الموالين الجزائريين للاحتلال الفرنسي في المقاومة للاحتلال ما حدش بيستشير حد في نهاية المطاف القضية ليست قضية استشارات هي قضية مبادرة هلأ بتبادر بتغلط بتكعمل صح يكون لها مقالات ضارة يكون لها مقالات تحريرية هذا موضوع تاني ولكن طرح المسألة بموضوع الاستشارة وكأنها تهمة هو حقيقة ليس هكذا تدار الأمور وعموما حتى حركة فتح التي قادت العمل الوطني بكل ريادية لم تستشر لا الملك حسين ولا عبد الناصر ولا أحد عندما قامت بضرب الطلقة الأولى وحقيقة أن ياسر عرفات هذا الرجل الذي أفدى نفسه للشعب الفلسطيني لم يقم باستشارة القاضة العرب عندما رفض اتفاقية كام ديفيد التي أدت في نهاية المطاف إلى الحصار الذي حاصره في النهاية المسألة هي ما ليست مسألة الاستشارات وأن لا أحد عليه أن يأخذ الشعب الفلسطيني إلى مكان لأن عمليا ذاك المستشار الذي سوف يشير لا ذاك عليه الإجماع ولا الأول عليه الإجماع يعني في نهاية المطاف هناك انقسام فلسطيني ولا يوجد هناك انتخابات ولا يوجد هناك شرعيات لا عند حماس ولا عند فتح يعني هذا هو الواقع السياسي وأردت بذلك أن أذكر بأن كل حركات التحرر الوطني في بداياتها كانت تتهم بهذه الاتهامات هل أدت إلى الانتصار الحتمي أو أدت إلى الهزيمة النقراء أو إلى وضع بائس جدا لشعبها هذا يعود إلى كيف يقرأ التاريخ وكيف يكتب التاريخ شكرا لكم مشاهدين على المتابعة وبالعودة الآن في السيديوهاتنا في القاهرة